بعد أن أخبره الطبيب أنه سيعود إلى ممارسة اللعب مع رفاكه يبتسم عمار بعد زيارته الرابعة لمركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب فقد ساقه في قصف ميليشيا الحوثي على المدينة قبل نحو عام نجى عمار من حادثة موت محقق من بين ثمانية أطفال فارق الحياة على الفور يستقل حفاوة الحاضرين ويمارس هويته في الحركة هنا يتأرجح على السلالم الحديدية التي سترافقه طويلا على ما يبدو بعد أن غلبه الملل من كل وسيلة للتسلية ساعة الأسرة لتوفيرها يرى عمار وغيره الكثير أن ثمت حلوما في الحركة قد يتحقق هنا مؤخرا مركز الملك سلمان منحه طرف صناعي موقف لمدة 14 فيما تظل المعاناة ومستمرة بعد 14 يعني من جديد نحن بحاجة إلى طرف صناعي على الأقل يدوم لمدة خمس سنوات طرف صناعي هيدروليك يعد هذا المركز الواحد في المدينة وتشكله منظمة أطباء عبر القارات وبتمويل من التحالف العربي والذي يستقبل 300 حالة خلال العام غير أن تزايد عدد المحتاجين لهذه الأطراف دفع بالسلطات المحلية للتعاقد مع هذا الوفد الطبي الذي يعمل على تأهير كادر محلي يعمل على تشغيل المركز مستقبلا أنه قيمة هنا النشاط لماذا؟ نسبة لسفر بعض الجرحة إلى خارج الوطن يمكن عمل تكلفة كبيرة جدا بالنسبة للدولة هنا من ناحية العلاج خارج الدولة نحن في ظرف عشر شهور بالضبط في الاتفاقية أنه نعمل عدد 400 طرف توقفت الحرب في أقلب مدريات محافظة مأرب في وقت ما زلت فيه كوارثها أخذة في الظهور وهو ما يستوجب جهودا مكثفة من قبل الجهات المعنية في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لمرتدي المركز الطبي الذي بات يشبه ورشة غير متوقفة في صناعة وتركيب الأطراف في محاولة للتخفيف من معاناة مبتورية الأطراف في بلد تجاوز فيه عدد من فقدوا أطرافهم نحو 6000 شخص منذ بداية الحرب حد إحصاءات لمنظمات رسل محلية أكلت الحرب أطراف كثيرين لا سيما الأطفال وهو ما جعل الورشة لا تتوقف عن إصلاح ما أفسدته الحرب وتبكى المحاولة الأهم هي إنهاء حرب الميليشيا وإعادة السلام للبلد ككل وليس لمأرب وحدها خليل الطويل قناة بلقيس مأرب